القرار 1701 قرار دولي عاد الحديث عنه إلى الواجهة منذ اندلاع المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر لماذا؟ وما هي بنود هذا القرار؟ في 11 أغسطس عام 2006 تمت الموافقة على هذا القرار في مجلس الأمن وبالإجماع وذلك لوقف الحرب بين حزب الله وإسرائيل التي اندلعت في الثاني عشر من يوليو استمرت الحرب 33 يوما خلفت أعدادا من القتلى والجرحة ودمارا كبيرا ليأتي هذا القرار ويوقف إطلاق النار في 14 أغسطس ينص هذا القرار على وقف العمليات القتالية من قبل الطرفين ويطالب حزب الله بسحب كل قواته من جنوب لبنان والحكومة بنشر قواتها المسلحة في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية اليونيفل مقابل انسحاب إسرائيل إلى ما وراء الخط الأزرق إضافة إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة عدى تلك التابعة للجيش اللبناني واليونيفل وهي ما يعرف بمنطقة جنوب الليطاني القرار نص على زيادة عديد قوات اليونيفل الذي وصل إلى 15 ألف جندي أما بالنسبة للجيش اللبناني فتم نشر لواءين وفوج واحد لأن تعزيز هذا الانتشار يتطلب تمويلا ودعما لوجستيا لبنان غير قادر عليه فالمطالب بمضاعفة أعداد الجنود ليصبح أربعة ألوية وفوجين أي قرابة 12 ألف جندي يتطلب أولا فتح باب التطوع وصرف اعتمادات إضافية في وقت يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية ومن هنا كان نداء وزير الخارجية إلى المجتمع الدولي بالمساعدة على تجنيد حوالى 7 ألاف جندي ليتمكن الجيش اللبناني من الانتشار على طول الشريط الحدودي وفي الوقت الحالي يقتصر دور الجيش اللبناني واليونيفل بالتنصيق المشترك ومراقبة الحدود والعمل على سحب فتيل التوتر بدورها تطالب إسرائيل بانسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني مقابل ربط الحزب للجبهة الجنوبية بحرب غزة ومن هنا تأتي المساعد الدبلوماسية المطالبة بتنفيذ القرار الدولي 1701 بكافة بنوده وذلك لإنهاء كل الأعمال القتلية